ورعى رئيس مجلس الوزراء العراقي والرئيس التركي مراسم توقيع مذكرة تفاهم رباعية بين العراق وتركيا وقطر والإمارات للتعاون المشترك بشأن مشروع طريق التنمية الاستراتيجي ووقع المذكرة عن الجانب العراقي وزير النقل رزاق محابس وعن الجانب التركي وزير النقل والبنية التحتية عبدالقادر أورال أغلو فيما وقع عن الجانب القطري وزير المواصلات جاسم بن سيف الصليطي وعن الجانب الإماراتي وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل محمد المزروعي ويشاري لأن مشروع طريق التنمية سيسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتعزيز علاقات التعاون الاقليمي والدولي من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والسعي نحو اقتصاد مستدام بين الشرق والغرب كما سيعمل على زيادة التجارة الدولية وتسهيل التنقل والتجارة وتوفير طريق نقل تنافسي جديد وتعزيز الرخاء الاقتصادي الاقليمية